ناغش وزير الشباب والرياضة نايف البكري مع مدير البرامج السعودي لإعادة أعمار اليمن في عدن أحمد المدخل أهم الاحتياجات وتدخلات البرامج السعودي في مجال المشاريع الرياضية وبناء المنشآت وسبل التعاون المشترك وأشهد البكري بجهود البرامج في دعم وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية التي تعرضت للتدمير خلال حرب بلشيات الحوثي في العاصمة المؤقتة عدن صيف العام 2015 واستعرض للوزير البكري جملة من الهموم التي تعاني منها الوزارة في ظل شح الإمكانات والموارد واستثار بلشيات الحوثي الانقلابية بمقدرات صندوق رعاية النشئ والشباب وتسخيرها فيما يسمى بالمجهود الحربي وحرمان الأندية الرياضية في الجمهورية وشبابها في الاستفادة منها وبناء المنشآت الرياضية والصلاة من جانبه أشار مدير البرنامج السعودي إلى أن البرنامج السعودي لإعادة أعمار اليمن قد اعتمد في خطته مبلغ 400 مليون دولار لدعم مشاريع الرياضة والشباب في اليمن وإنه سيسعى إلى تنفيذ الكثير من المشاريع وفق الإحتياجات المقترحة من قبل الوزارة وكان الوزير ووفد البرنامج السعودي قد اطلعوا على حجم الأضرار في الأستاذ الأولمبي بمدينة الرياضية في الشيخ عثمان بعدا تمهيدا لإمكانية ترميمه من طرف الأشقاء في الصندوق إلى ذلك ناقش الوزير البكري أوضاع الأندية الرياضية بالمحافظة مؤكدا اهتمام الوزارة بالأندية الرياضية بمختلف المحافظات وخاصة أندية عدن التي تزخر بتاريخ الرياضي العريق لكونها الأقدم على مستوى الجزيرة والخليج العربي شكرا